أزى الحزب الديمقراطي الكردستاني تراجع عدد مقاعده في انتخابات برلمان إقليم كردستان بدورته السادسة إلى النظام الانتخابي الذي جرت به وقال عضو الحزب وفاء محمد أن الحزب حصل على 812 الف صوت انتخابي وفاز بالمرتبة الأولى وسيشكل الحكومة برئيس حكومتي ورئيس إقليم ولن يطعن بالنتائج وتوقع كريم تأخير تشكيل الحكومة لأن الديمقراطي سيحصل على رئاسة الحكومة فيما سيكون منصب نائب رئيس الحكومة من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وفقا للاستحقاقات الانتخابية مع منح منصب رئاسة البرلمان للاتحاد الوطني أيضا ولفت إلى أنه إذا ما طالب الاتحاد الوطني بمناصب أكثر من استحقاقهم فسنذهب إلى جهات سياسية وأحزاب صغيرة أخرى لضمان الثمان مقاعد لتشكيل الحكومة بأريحية مطلقة